للمزيد ينضم إلينا من رفح جنوبية القطاع الصحفي محمود عليان ومراسلنا من القاهرة سمير عمر أبدأ معك محمود طبعا نستعرض معك الوضع في القطاع على وقع خيبة جديدة متوقعة مع أجهاض لربما المشروع القرار العربي في مجلس الأمن كيف تبدو الأمور اليوم أو خلال الساعات الماضية داخل القطاع على المستوى الميداني نعم مشيلا مع مزيد من الإحباط لدى الفلسطينيين سيما أن هذا المشروع كان بطريقة أو بأخرى سيمهد لوقف إطلاق نار ودخول المساعدات إلى مناطق كثيرة من محافظات قطاع غزة لسيما تلك التي تعاني الآن من حالة المجاعة الشديدة في مدينة غزة والشمال تستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة في مخيم النصيرات الحصيلة الأكبر للقتلى خمسة عشر فلسطينيين قتلوا في إحدى الغارات على منزل في المخيم في الناحية الغربية منه بينما في مدينة خانيونس أيضا كان هناك عدد من القتلى سبع منهم وصلوا إلى مستشفيات رفح وأحد القتلى كان في المنطقة الغربية بعد أن حاصرت القوات الإسرائيلية إحدى المدارس وطلبت من الموجودين فيها التوجه إلى منطقة المواصي وبالتالي يمكن أن نقول بأن الجيش الإسرائيلي مع إعلانه عن قرب انتهاء عملياته في خانيونس لا تزال عمليات القصب والاستهداف مستمرة في هذه المدينة بالمقابل أيضا لا تزال التنظيمات الفلسطينية تمارس عملها في هذه المدينة اليوم قوة إسرائيلية نجت من موت محقق بعد أن أطلقت عليها قديفة أربي جي في داخل أحد المنازل واشتعل هذا المنزل واضطرت وحدات من المدرعات للتدخل وإنقاذ هذه القوة لكن رفح التي تعاني أيضا أوضاع إنسانية صعبة واكتضاد غابت عنها اليوم الغارات الإسرائيلية لتعود قبل قليل واحدة من هذه الغارات التي استهدفت سيارة في مخيم الشابورة وسط المدينة أدت إلى مقتل اثنين من الفلسطينيين وسط كل هذا أجز حام من التطورات الميدانية أيضا هناك عملية ترقب ربما لبعض التحركات على صعيد حركة حماس التي وصلت إلى القاهرة ويقال في هذا الجانب بأن الباب لم يوصد بعد ما زال هناك شيء يمكن الحديث عنه أنا أقصد هنا ما ينظر إليه الشارع الفلسطيني الأمور لم تفشل فشلا مطلقا ولم تنجح أيضا مع ما تطرحه حماس من مطالب أولها وقف إطلاق النار إدخال المساعدات والمواد الإغاثية أيضا وكذلك أيضا ما تطرحه حول الصفقة أمام التعنط الإسرائيلي واعتبار هذه الشروط شروط تعجيزية لكن ما زال هناك بصيص أمل عند الفلسطينيين أن تنجح هذه الجهود التي الآن وفد حركة حماس ربما يذهب إلى القاهرة حاملا بعض هذه الملفات الهمة التي سيبحثها من شهلة دعنا نسأل سامير عمر مرسلنا في القاهرة حول تفاصيل زيارة إسماعيل هنية ولسيما أيضا مع ما قد تتيحه معلومات أكسيوس من فرصة أمام الدبلوماسية حول إمكانية تأجير الشياح رفح لمبعد شهر رمضان المبارك بالتوازي مع ما علنته أيضا واشنطن حول مشروع قرار في مجلس الأملي هدنة مؤقتة كذلك نستعلم عن التفاصيل معك سامير يعني لدينا هنا ثلاث زوايا مهمة للنظر فيما يمكن أن تسفر عنه هذه المباحثات التي يجريها وفد حركة حماس برأس إسماعيل هنية في القاهرة الزاوية الأولى هي زاوية مصر كوسيت وحواراتها مع قادة حركة حماس القاهرة كانت قد تقدمت بأفكار جسر الهوى بين الموقفين الإسرائيلي من جانب وحركة حماس من جانب الآخر وهي الأفكار التي عرضت في اللقاء الربعي الذي احتضرته القاهرة وضم رؤساء مخابرات أمريكا ومصر والإسرائيل إضافة إلى المسؤولين القطريين تم مناقشة هذا الأمر وكان الوفد الإسرائيلي ممتنعا عن إبداء أي رأي انتظارا لما سيقرره المستوى السياسي وبن يمين نتنياهو حركة حماس على العكس كانت قد تقدمت بأفكار أكثر إيجابية في التعامل مع مقترحات القاهرة وهذا لخصه إسماعيل هنية بعد أن غادر خليل حية القاهرة قبل نحو أسبوعين وقال إن الحركة منفتحة على كل الأفكار بشكل إيجابي وأنها وضعت أطرا محددة لقبول أي صفقة تتعلق بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وقف إطلاق النار وصفقة تبادل جدية بمعنى أنه مستعد للتفاوض بشأن متطلبات صفقة التبادل سواء فيما يتعلق بالأعداد المقررة اللي فرق عنها من الأسرة الفلسطينية في السجون الإسرائيلية أو ما يتعلق بأليه التبادل واحد مقابل ثلاثة أو واحد مقابل خمسة أو حتى الكل مقابل الكل في سياق التفاوض المباشر عفوا غير مباشر بين حركة حماس وإسرائيل الزاوية الثانية هو ما يفعله الأمريكيون ودعونا هنا نذكر إلى أن المسؤولين الأمريكيين الذين قاموا بزيارات مكوكية للمنطقة بغية التواصل لصفقات تبادل وتهدي أواقف لطاق النار كل محاولاتهم كانت تبوء بالفشل إما بالاتفاق مع الجانب الإسرائيلي هذا حدث مع بلينكين بل حدث مع جو بايدن بنفسه عندما كان يصرح ببعض التصريحات ثم تأتي الحكومة الإسرائيلية التي تفعل عكسها تماما حدث ذلك مع بلينكين مرتين وحدث أيضا مع وليام بيرنز رئيس الـ CIA مرة على الأقل الآن نحن في انتظار المسؤولة الأمريكية ولكن التصور الأمريكي يركز بشكل أساسي هو على إجابة سؤال كيف يمكن الإفراج عن كافة المحتجزين الإسرائيليين لدى قارة الفصائل المقامل في الصناع في قطاع غزة هذا هو العنوان الذي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنجازه بغض النظر عما سيقدمه الجانب الإسرائيلي من تنازلات بين الثرين للجانب الحمساوي المؤسسة الثالثة هو ما يتعلق بموقف الحكومة الإسرائيلية القاهرة وترى أن الحجر العثرة الدائم أقام إنجاز هذه المفاوضات هو الموقف المتصلب والمزايدات الدائمة بل والابتزاز الذي يمارسه الجانب الإسرائيلي حتى ما يتعلق به التلويع باقتحام رفح أو عدم الإنصاط للمطالبات الدولية والقوامية بمنع هذه العملية اليوم عندما يتم تسريب خبر يتعلق بتأجيل الهجوم على رفح إلى إبريل هو أيضا جزء من حرب التصريحات التي تلعبها إسرائيل بشكل جيد لكي تحصل على مكاسب أكبر على مائلة المفاوضات سواء كان ذلك صحيحا أو مناورة إسرائيلية لكن على الأقل عندما يتحدث الجميع في مفاوضات غير مباشرة بين الجانب الإسرائيل وحركة حماس يأخذون في الاعتبار ما يتم تسريبه بشأن اقتحام رفح سواء كان ما قاله نيتنياهو من اقتحام سريع وتهديد بكارثة إنسانية أو ما يتعلق بتأجيل هذا الهجوم ربما ليمنح نفسه قدرة أكبر على المناورة فيما يتعلق بصفق التبادل شكرا سمير عمر مراسلنا في القاهرة ومحمود عليان صحفي في رفح جنوب قطاع غزة على هذه الرحادة ترجمة نانسي قنقر